إذن ست درجة تحت السفر نبقى مسلولة إن شاء الله خلال ليلة اليوم وصباحة يوم الغد على أغلب المناطق الداخلية للهضاب العليا ومنطقة الأوراس مع استمارة ساقط الكتيف للثلوج وأمطار غزيرة بكميات قطة صلحة الخمسين مليمتر محليا ولهذا كان قد أصدر ديوان الوطني للأرصاد الجوبية نشرية خاصة تفيد باستمارة ساقط الثلوج على أغلب المرتفعات التي يتراحلها بين 800 أو 900 إلى 1000 متر وسمك الثلوجية تراوح بين 10 إلى 15 سنتيمتر حسب النشرية الخاصة سيستمر في التساقط إلى غاية السادسة من مساء اليوم السبت وهذا على كل من ولاية المسان سيدي بالعباس عيدة نعامة البيض التيارة تيسم سيلة الأغواط كذلك الجلفة لمدية عين الدفلة البوليدة بمردس ولاية تيزي وزول بويرة بجاية ديجل بورج بوري ريجس طيف ميلة باتنا خنشلة وولاية تبسة أما فيما يخص تساقط الأمطار إن شاء الله في مصالح الأرصاد الجوية تؤكد في نشرية خاصة من استمارة تساقط أمطار بكميات تراوح بين 20 و40 وقد تصر إلى 50 ملم محلين وهذا لغاية السادسة من مساء اليوم السبت على كل من ولاية شلفين الدفلة تيبازا الجزاء العاصمة بومردس ولاية زيوزو البوليدة لمدية بجاية ديجل سكيكدا عن نابة طهرف جالمة وولاية سوق هراس وكنا سجنا تساقط أمطار بكميات معتبرة خلال ليلة الأمس على أغلب المناطق الشمالية للوطن وفي نشرية خاصة دائما تفيد باستمرار موجة البرد على أغلب المناطق الشمالية تحديدا على كل من جنوب تلمسان النعامة البيت سيدي بالعباس عيدة تيارة تيسمسيلت بالإضافة إلى الأغواط الجلفة المسيلة المدية ولاية البويرة بورج بوري ريج أيضا سطيف ميلة كذلك قسنطينا خنشلة بثنا أم البواقي واتبسة بتسجيل درجات حرارة جد منخفضة تتراوح إن شاء الله كدرجات حرارة دنيا بين 6 درجات تحت السفر إلى 3 درجات تحت السفر فقط أما القصوة تتراوح إن شاء الله بين 4 إلى 6 درجات فقط إن شاء الله وهذا طيلت نهار اليوم السبت بإذن الله ويرتقى بأن تستمر موجة البرد خلال الأيام القليلة المقبلة على أغلب المناطق الشمالية تحديدا المناطق الداخل للهضاب العليا ومنطقة الأوراس وفي تنبيه من الدرجة الأولى يأخص إن شاء الله كل من ولاية غليزان مست غنم وهران عينتي موشنت واتلمسان باستمارة تساقط أمطار رعدية معتبرة وهذا إن شاء الله إلى غاية الثالثة بعد زوال نهار اليوم السبت إن شاء الله وحسب التوقعات طويلة المدى وكذلك حسبه إذن النماذج الرغمية للرصد الجوي تشير على أنه إن شاء الله تستمر دائما أو يستمر المنخفض للضغط الجوي على المناطق الشمالية بتسجيل أمطار معتبرة وتساقط كثيف للثلوج إن شاء الله بخص أغلب المرتفعات الداخلية التي يتراوح لها إن شاء الله خلال يوم الغد الأحد بين 900 إلى 1000 متر وخلال يوم إن شاء الله الاثنين المرتفعات التي يصل علوها للـ 1200 متر خلال يوم الثلاثة سيكون في تحسر مؤقت في الوضعية الجوزية على أغلب المناطق الشمالية في انتظار إن شاء الله عودة الأمطار والثلوج في التساقط بداية من يوم الأربعاء إن شاء الله إذن تبقى الأجواء دائما شتوية بامتياز على أغلب المناطق الشمالية وفي نفس الوقت موجة البر تستمر إن شاء الله بتسجيل درجة حرارة دنيا جد منخفضة تتراوح إن شاء الله بين 6 درجة تحت الصفر إلى 3 درجة تحت الصفر على أغلب المناطق الداخلية تحديدا بيتلمسان مع سكر عين الدفلة الجلفة نعامة البيض مشرية كذلك على تيزي بوزو تيسمسيل تبو سعادة لمسيلة قاسنطي نسطيف أم البواقي بورج بوري ريج حتى على قلمة الطرف سوق هراس أيضا فيما يخص إن شاء الله خنشلة إذن أجواء تبقى دائما باردة السواحر الوطنية لن تتعدى أو ستتراوح إن شاء الله بين درجتين فقط إلى 4 درجات خلال ليلة اليوم وصبيحة يوم الغد للإشارة إن شاء الله خلال يوم التالي سيكون في تشكل الساقع بما أنه سنحصل إن شاء الله تحصل مؤقت في الوضعية الجوبية إذن الحيطة والحذر دائما لمستعملية الطرقات خاصة خلال الصباح الباكر أما القصوى المسجلة إن شاء الله خلال ظاهرة يوم الغد ستقارب درجتين فقط إن شاء الله كأدنى مقياس بين عامة البيض وكذلك مشرية 4 درجة فقط بعين الدفلة حوالي إن شاء الله تلدرجة بالجلفة بما يخص قاسنطينا وأم البواقي كذلك سطيف لن تتعدد لدرجة فقط خلال يوم الغد بسا خنشلة وباتنا ستقارب إن شاء الله في حدود الأربع درجات على السواحل الوطنية ستكون منخفضة تتراوح إن شاء الله بين حوالي إن شاء الله 7 إلى 12 درجة فقط على كل من وهران عن تيموشنت مستغانم الجزاء العاصمة وكذلك عن نابا جيج الواسكيدا البوليدا والبويرا ستصل إن شاء الله خلال ظاهرة يوم الغد في حدود الخمس درجات فقط الولايات الجنوبية أيضا الأجواب داخل الفترة المسائية والصباحية درجتين تحت السفر بالنسبة لبشار وبني عباس فيما يخص إن شاء الله غردايا وزلفانا ستصل إلى السفر درجة المنيعة حوالي تل درجات تحت السفر إليزي جانيت وتامنرس درجة واحدة تحت السفر وكذلك على الوادي لمغير وورقلة القصوى أيضا هي الأخرى ستكون دائما منخفضة فيما يخص شمال السحرى منطقة الوحات والصورة تتراوح إن شاء الله بين حوالي أربع درجات إلى عشر درجات فقط إليزي جانيت وتامنرس كذلك ستقارب سبع درجات فقط كعلى مقياس ببرج باجي مختار وإنجزام خلال ظاهرة يوم الغد في حدود سبع وعشرين درجة مع وضعية جوبية مستقرة فيما يخص الولايات الجنوبية توقعات حالة البحر مشاهدين يبقى دائما خلال يوم الغد وكذلك خلال الأيام القليلة المقبلة بما أن الرياح ضعيفة فالبحر يبقى دائما هادئ إلى قليل الاستراب على كافة السواحل الوطنية الرجاح لن تتعدى سرعة إن شاء الله أو تتراوح بين عشرين حتى ربعين كيلومتر في ساعة مع رؤية متوسطة وعلو الأمواج يتراوح إن شاء الله بين المتر إلى المتر ونصف على أغلب السواحل الغربية الوسطى والشرقية واللحظة إن شاء الله خلال يوم الثلاثة البحر سيكون هادئ على أغلب السواحل الوطنية إذن مشاهدين أجواء شتوية بامتياز سلوط كثيفة أمطار غزيرة وأجواء جد باردة تعيشها أغلب المناطق الشمالية للوطن أشكركم على كرم الإصراء والمتابعة والعودة إليك مولود لاستكمال وقيت الأخبار شكرا لك هنا توسط للمزيد من المعلومات يرجى تواصل معنا النهار منستكم الإشهارية اختر منستك لإعلان إشهارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، إنستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى تواصل معنا النهار منستكم الإشهارية اختر منستك لإعلان إشهارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، إنستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى تواصل معنا ترجمة نانسي قنقر